بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبدأ مع بعض الجزء الثامن من الفصل الخامس لمقرر النظم بالمعالج الضقيق وفي الجزء ده جماعا إن شاء الله هنتكلم عن الفول دو كودينج تعال نشوف مع بعض الفول دو كودينج بمثال المثال بيقول إيه إحنا عندنا الزد 80 البروستسر اللي بنتكلم عنه مرتبط بمين مرتبط باثنين ميموري واحد روم واحدة رام طيب تعال نشوف مع بعض كده الروم 8 كيلو في 8 معناها إن الادرس لوكيشن عندك كام أدرس لوكيشن كام صح 8 كيلو يعني 2 قص 13 يعني 2 قص 13 معناها إن أنا محتاج من A0 حتى 12 أدرس لينز علشان أحدد الميموري لوكيشن طيب بالنسبة للرام 2 كيلو 2 كلو دي معناها يا جماعة إن أنا محتاج كام أدرس لينز صح 2 قص 11 10 معناها محتاج 11 أدرس لينز طيب يبقى أنا هستخدم من كام لكام من A0 حتى A10 طيب الميموري ماب اللي قدام حضراتك دلوقتي بتكون الروم وبتكون الرام بهذا المنظر طيب الروم زي ما أنت شايف كده من A0 الادرس لينز حتى إيه كام A12 شايف النطاق دا كله هو دا نطاق الادرس لينز بتاع مين بتاع الروم اللي هو اللون الأخضر اللي قدامك دا اللون الأخضر دا بيشير إلى إيه بيشير إلى نطاق إيه الادرس لينز اللي بيحدد الميموري لوكيشن طيب الرام برضو اللون الأخضر بيحدد النطاق للأدرس لينز اللي بيشير إلى الميموري لوكيشن وعندك من كام ها بص كده معاي من A0 حتى A10 شايف قدام A10 اذا هذا نطاق الروم وهذا نطاق الرام المرتبط بالأدرس لينز اللي يشير إلى الميموري لوكيشن طيب دعا ناخد الجزء الثاني احنا اتفقنا أن في الفولد كودينج كل الادرس لينز هيتم استخدامها صح؟ يبقى إذن بقيت الادرس لينز من A13 و A14 و A15 سوف يتم استخدامهم كسيليكشن شيب يعني ايه؟ يعني كلهم مستخدمين طيب إزاي كلهم هيستخدامهم؟ لو أنت تبص بسيط على الشيب القدامك دي كده الشيب القدامك دي بتقول ايه؟ بتقول أنا عندي A11 A12 A13 A13 A14 A15 A13 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 طيب إزاي بيتم الموضوع ده؟ بيتم الموضوع ده عن طريق جيتس زي ما أنت شايف كده زي أندي جيتس اللي قدامك بتاخد ايه؟ الانبوس بتاعتها اللي هي Y0 والواحد والاثنين والثلاثة مش كده؟ وإيه؟ ويحصل لها أندي جيتس وإيه؟ وتقدر من بعدها تبقى هي سيليكشن لمين كسيليكشن لمين للروم طيب والأوبوت وير باع بيكون سيليكشن لمين يا جماعة للرام طيب الحاجة اللي أنت المفروض حددك تفكر فيها وتلاحظها كويس قوي اللي هي إيه؟ اللي هي أننا استخدمنا جميع النطاقات الادرس لاينز كسيليكشن لتشيب يعني إيه؟ بص كده على الروم لو سمحت الروم عندك إيه؟ عندك من 13 حتى إيه 15 هتلاقي كل النطاق ده مستخدم بص كده صفر 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 وهنا برضه صفر 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 إذا جميع النطاق مستخدم معي؟ طيب بص كده على الرام إحنا اتفقنا إحنا وصلنا لغات إيه 10 صح؟ مش كده؟ آه وقلنا كل صفار كل وحيد وبعد كده الباقي كل برضه مستخدم إزاي؟ بص كده معي من أول 11 بداية الرام صفر صفر واحد صفر صفر ونهاية الرام صفر صفر واحد صفر صفر إذا النطاق كله تم استخدامه بقيم هي قيم ممكن تكون مختلفة من أول إيه كيم من أول إيه 11 لغات إيه 15 لكن تشير للسيليكشن شب تمام؟ يعني سواء كان في الرام أو في الرام إحنا استخدمنا جميع النطاق الأدرس لائنس ويبقى ده بيسمى بالفولد كودينج يعني استخدام جميع النطاق سواء كان في الممرو لوكيشنز أو استخدامه كسيليكشن شب ده بنسميه فولد كودينج طيب ده مثال الفولد كودينج تعالي نشوف بقى طب هل ممكن المثال دوت نشوفه برشالد كودينج تعالي نشوفه مع بعض بيقولك هنا مثلا نفس المثال بالظبط الروم هي زي ما أنت شايف لكن جي هنا في الرام قال لك أنا ممكن أكتفي أن السيليكشن شب بتكون هي آخر تتابت بس اللي هي 100 100 طب والباقي لا يستخدم شوف يعني 11 و 12 دول لم يستخدموا فين في الرام الرام هنا ما استخدمتهمش 11 و كام وال 12 وهذا معناه في حالة عدم استخدام بعض أو كل من أدرس لين أصبح يطلق على هذه العملية برشالد كودينج طب تعالي نشوف إيه ديت شب هيبقى شكلة عاملة إزاي بقولك ما فيش مشكلة خالص أنت هتاخد من الواي زيرو هيبقى هو السيليكشن لمين للرام ويه والواي واحد هيبقى هو السيليكشن لمين للرام ويبقى كده عملنا برضو المطلوب الغرض المطلوب اللي هو إيه أيوة إنك تسيليكت الممر اللي هي المطلوبة لكن بطريقة البرشالد كودينج وهي عدم استخدام بعض من الأدرس لينز أثناء عملية السيليكشن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته